البداية هتكون مع حديث الساعة إنجاز التعبير لجماهير النادي الأهلي وهي طبعاً الدخول في مرحلة المنافسة بقوة على كل البطولات المحلية والقرية خلينا كده بس نتكلم في البداية كلمتين بهدوء وشوية واقعية عشان يبقى الكلام موزول الأول لا بد من الدعم والمساندة لفريقنا قبل أي شيء احنا عندنا الموسم الحالي أكتر من هدف عايزين نحققه أول حاجة استعادة درع بطولة الدوري اللي غاب عن القرع الحمراء آخر موسمين وده طبعاً أمر مؤسف جداً ومش معتاد إلا في حالات شديدة الندرة آدي واحدة التانية الفوز ببطولة الكاس لأن احنا بالفعل قطعنا شوط زي الفول لغاية دلوقتي وصلنا فيه للمرحلة قبل النهائية وعندنا أكيد ما نشف المنتهى الأهمية مع النادي سموحة تالت حاجة ودي نقطة مهمة جداً استعادة لقب الأميرة الصمراء دوري أبطال إفريقيا اللي حققنا فيه الرقم القياسي كأكتر فريق في القارة فوزاً بهذا النقب عشر مرات بفارق بعيد جداً عن أقرب منافسين ثم تحدي آخر وهو المنافسة على بطولة كأس العالم للأندية وحلم مواجهة العملاق المرينجي ريال مدريد طبعاً زي ما عملنا قبل كده ولعبنا مع البايرن في 2021 قدام ليفاندوفسكي ورفاقه كانت طبعاً مباراة عظيمة جداً ولو تفتكروا حضراتكم اسم النادي الأهلي في ذلك الوقت كان منور في وسائل الإعلام الألمانية والعالمية بشكل عام ترجمة نانسي قنقر